اشتركوا في القناة وعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى جانب العائلة في مصابها الأليم وتعزيهم المخلصة وخلال اللقاء جدد رئيسه مجلس القيادة الرئاسي تعزيه ومواساته لعائلة الشيخ الأحمر وتبادل معهم الحديث حول مناقب الفقيد ودوره البارز في مسيرة النضال الوطني والدفاع عن نظام الجمهوري والوفاء والإخلاص له كرمز من رموز الصمود في المعركة الوطنية ضد المشروع الإمامي الكانوتي الجديد المدعوم من النظام الإيراني استقبلها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا لدى بلادنا كل على حدة لبحث المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في بلادنا وجهود تمديد الهدنة وإحلال السلام في ظل تصعيد المستمر للميليشيات الحوثية وشدد اللواء الزبيدي على دورة وجود موقف دولي وأقليمي موحد يضع حدا لتصعيد ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها المتواصلة كما ناقشت لقاءات مستجدات الوضع الأمني والنتائج الإجابية التي حققتها عمليات السهام الجنوب وسهام الشرق وسبل وأليات إنعاش الوضع الاقتصادي المتردد والضرورة إجراء إصلاحات حقيقية في هيكل الحكومة من جانبهم أكد السفراء دعم حكوماتهم لجهود مجلس القيادة الرئاسي والمساعد الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى عملية سياسية شاملة التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى بلادنا جمار الصفا وناقش معهم السجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وفرص تحقيق السلام وتجديد الهدنة وخلال اللقاء ثمن اللواء العرادة الموقفة الفرنسية داعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ورفضها لاستهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمصالح الشعب اليمنية والمشاءة الحيوية والاقتصادية وتهديدها الحركة الملاحية والممرات الدولية وجدد الواء العرادة موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المساندة لجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها وأكدا أهمية اتخاذ موقف حازم تجاهة عنه تمليشات الحوثي الإرهابية التي تستغل حرص المجتمع الدولي على السلام كي تطيل من أمد معاناة اليمنين استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي السفير الأمريكي لدى بلادنا سيفان فاجن لمناقشات مسجدات الوضع اليمني ومساعي إحياء مسار السلام وإمكانية تجديد الهدنة في ظل تعانوة الحوثي المستمر وإمعانه في تعميق المعاناة الإنسانية وجدد المحرمي تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمبدأ السلام وتقديم الحل السلمي مشيرا إلى تمادي الملشة الحوثية في استهداف المنشآت النفطية وقال عضو مجلس القيادة المحرمي إن وضع لا سلام ولا حرب غير مقبول ولن نسمح باستمراره ولدينا خيارات قاسية على الملشة الحوثية مشددا أهمية الموقف الدولي في الضغط على الملشة الحوثية بترك السلاح والدخول في عملية السلام مثمنا أدعم الأمريكي لا محدود المقدم لليمن المقدم لليمن في مختلف المجالات قال وزول الإعلام وثقافة السياحة معمر الإرياني إن إعلان البحرية الأمريكية اعتراضة ومصادرة السفينة الإيرانية على متنها 2116 بندقية هجومية كانت في طريقها لملشة الحوثي الإرهابية في حادثة ثالثة خلال شهرين يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للملشة في انتهاك سافر للقوانين الدولية وأوضح معمر الإرياني أن تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والطائرات المسيرة للملشة الحوثي منذ انتهاء الهدنة الأممية يؤكد دوره في تقويض جهود التادية واستخدامه ملشة الحوثي الإرهابية كأداة لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتهديد خطوط الملاحة وأمدادات الطاقة العالمية مطالباً المجتمع الدولي بالقيام من سولياتهم القانونية وإدانة ووقف تدخلاتي الإيرانية نهاية المجلزة أشكركم وطيب المتابعة على اللقاء اشتركوا في القناة